بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده السادة المشاهدون الكرام في حقيقة الأمر تبذل وزارتنا وزارة الأوقاف المصرية جهودا مضنية في تجديد الخطاب الديني من خلال الخطب العصرية التي تقوم الوزارة بتكليف أئمتها في مساجد وفي ربوع مصر بإلقائها فهي خطب عصرية في ثوب جديد مع أئمة مهرة غالبهم على قدر من الثقافة والرقي الأولها الموضوعات التي يتناولها الخطباء طبقا لرؤية عصرية تناسب واقعنا الحاضر وثانيها من خلال القضايا الفقهية المعاصرة التي تصدت وزارة الأوقاف لها حتى ترد على الجماعات الظلامية والجماعات الإرهابية مثل الحاكمية والخلافة وآيات ومن لم يحكم بما أنزل الله تحت قضايا فقهية معاصرة وكذلك الأمر الثالث مشروع رؤية التي تبنته وزارة الأوقاف ويشرف بنفسه عليها رعاية صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وبثها في ربوع مصر في الجامعات وفي الهيئات وفي المدارس تجد في كل موقع من هذه المواقع مشروع رؤية عبارة عن كتيبات تتناول القضايا المختلف فيها والمرضود عليها حتى نفتح الآفاق لأبنائنا وننير الطريق أمامهم بعيدا عن الغلو وبعيدا عن التطرف يعني نمسك بالوسطية والاعتدال وهذا هو أزهرنا ووزارتنا وهذه هي دولتنا المصرية الجديدة التي تدعو إلى الوحدة والانتماء وتدعو إلى تعزيز مكانة الوطني في نفوس الناس لا فرق بين عرق أو لون أو دين نمشي بخطة حثيثة نحو تجديد الخطاب الدين من خلال التثقيف والدورات التي تعقدها وزارتنا الميمونة للأئمة في ربوع مصر من خلال مراكزها الثقافية وتختار بعناية الأئمة الأكفاء حتى يحضر هذه الدورات ووجدنا مردودها فما من مسجد من المساجد أو معظم مساجد مصر الأئمة بحمد الله عز وجل إما نالوا دورات في الحاسب الآل الكوبيوتر أو دورات في مهارات التواصل الاجتماعي كذلك في استراتيجيات الأمن القومي يعني في كل المجالات التي يشملها الخطاب الديني سياسياً اقتصادياً اجتماعياً ثقافياً ليس دينياً فحسب بل في كل المجالات وبخاصة في المجالات التي تتناول القضايا الشائكة التي تشغل بال الكثير من شبابنا أمثاء القضايا المطروحة على العصر والتي ينفذ من خلالها جماعات الإرهاب أو الجماعات المضللة يعني تناولتها الوزارة بعناية وبرعاية وأعدت عدتها كاملة من خلال الدورات التثقيفية ومن خلال البحوث والدورات العلمية التي تنشرها ومن خلال عقد الندوات التي يشرف عليها معالي وزير الأوقاف بنفسه ونجد هذا ملحوظاً وخاصة في هذه الأيام الوزارة أعدت الصهارات الرمضانية البرامج الحوارية لشباب الأوقاف لشباب الأئمة من وزارة الأوقاف الوزارة تقوم بعقد قوافل دينية مشتركة مع الوعاظ مع الأزهر الشريف تحت رعاية السيد صاحب الفضيلة الإمام الأكبر مشتركاً مع السيد وزير الأوقاف كل في جانبه كل جمعة تجوب ربوع مصر وبالذات المحافظات الحدودية منها شمال وجنوب سيناء البحر الأحمر أسوان مرسمة روح الأسكندرية بالذات المحافظات الحدودية حتى يصلوا إلى عقول شبابنا يعني كل هذه الأبور هي بداية متبئنة جديدة نحو تجديد الخطاب الديني ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على تحمل هذه الرسالة وأن ننشرها كما ينبغي وكما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن ندعو إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين الله أسأل أن يكرمنا ويوفقنا إلى حمل رسالته ونشر دعوته نحمد الله سبحانه وتعالى أننا في هذه الأياب رأينا بأعيودنا إلى أي مدى الدولة تتجه إلى تفعيل القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فأهل الذكر في كل مجال هم خاصته والمتخصصون وبالذات الفتوى صناعة الفتوى صناعة صناعة الفتوى فالفتوى لا تحتاج إلى عالم في الدين فقط ولكن الفتوى تحتاج إلى كل العلماء يعنينا لما يجي إلى قضية التعامل مع البنوك علشان الدولة تخرج حكما صحيحا فقهيا لا بد أن تسأل المؤسسات فنجد الذي يفتي في البنوك بيأتوا بعلماء السياسة وعلماء الاقتصاد وعلماء الاجتماع فضلا عن علماء الشريعة علماء الفقه وأصوله كل هؤلاء يجلسون ثم يخرجون لنا بحكما أو بفتوى هي قياس هي إنشاء حكم جديد قياسا على أحكام مختلف من الذي يتصدى لها المفتون أهل التخصص وهذا ما تقوم به دار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف تفرق بين الواعظ وتفرق بين الإمام وتفرق بين العالم وتفرق بين المفتي فالناس يعرفون الواعظ فيستمعون له والعالم فيسألوه وكذلك الإمام يذهبون إليه في المسجد والمفتي صناعته الفتوى يعني ينشئ لنا أحكاما جديدة ويأتي لنا بأحكام جديدة قياسا على قضايا قديمة كأنه يعمل عقله في ضوء القرآن والسنة فحصرت الوزارة الإفتاء حتى أن معالي الوزير حدد أسماء للإعلام حدد أسماء تخرج على الإعلام سواء مرء أو مسموع إزاعة أو تلفزيون أسماء مرت بدورات وأخذت دورات وحضرت مناقشات علمية بين يدي أساتذة متخصصين وكبار عناهمهم باللقاءات التلفزيونية حتى يضمن علما وثقافة وسعة أفق ليتنحصر الفتوى في أصحابها وليس كل من هب أو دب يخرج علينا بأحكام تشدد على الناس وتحرم عليهم أمور حياتهم كما قلت لحضراتكم يعني موضوع التعامل مع البنوك من القضايا الفقهية الشائكة اللي اختلف فيها العلماء اختلافا كبيرا هل البنوك هي التي معاملاتها ربوية قرضية أم هي استثمارية تنموية فعلشان كده نحتاج إلى علماء في كل المجالات فحصرت وزارة الأوقاف من يعظ من يلقي الخطب من يعلم الناس ثم حددت من يتصدر للفتوى حتى لا نجعل كل من هب ودب يدخل في عالم الفتوى الجهود المضنية التي تبذلها الدولة وبخاصة في قطبيها الأزهر والأوقاف ومعهما دار الإفتاء هي جهود حثيثة لا يشعر بها إلا من هم في الداخل بخاصة من على أكتفهم الدعوة من الأئمة والوعاظ يعني الوزارة أقامت المدارس العلمية في المساجد ويعني شفان الله وعفانا بسبب قرونة توقفت هذه الأيام في الأونة الأخيرة كانت هناك المدارس العلمية في كل مركز أو في كل مدينة في المسجد الجامع فيها المدارس العلمية خمسة أيام في الأسبوع يتصدى في المدرسة العلمية أئمة حاصلين على الماجستير والدكتوراه يتصدون لمثل هذه الموضوعات وينتظرون الشباب حتى يردوا على الأفكار المغلوطة في عقولهم والتي تبثها القنوات الخارجية والجماعات المضللة عبر رجالها في الإنترنت المدارس العلمية عملت المدارس القرآنية عملت القوافل الدعوية التي تجوب المحافظات عملت الدورات التعليمية الوزارة كمان فتحت مراكز ثقافية في المحافظات يعني إيه المركز الثقافي؟ اللي عاوز يتزود من العلم الديني الوسطي اللي هو يعني ينبع من أصوله من القرآن والسنة وإجماع الأمة والقياس وكما علمنا أزهرنا الشريف بمنهجه عملت الوزارة في كل محافظة مركزا تعليميا اسمه معهد وزارة الأوقاف إما سنتين أو أربع سنوات لمن يريد أن يصعد المنبر أو يعلم الناس عليه أن يلتحق بهذه المعاهد يحفظ جزءاً يحفظ بعضاً من القرآن جزء أو سلاسة أجذاء وفي خلال الدراسة بيتعلم القرآن ويحفظه يأخذ مناهج المفسرين التفسير والحديث والفقه ويدرس السيرة ويأخذ شيئاً من اللغة العربية على يد أساتذة الأزهر الشريف يعني من المنبع الصافي يعني كأننا الوزارة أتت بالأزهر في كل محافظة من خلال معاهدها الموثوق في أساتذتها من خلال منهج طرعاه الدولة من خلال منهج يجمع ولا يفرق من خلال المنهج الأزهري اللي هو أشعري العقيدة مذهبي الفقه صوفي الأخلاق هذا المنهج الذي نفاخر به الأرض ونفاخر به أهل السماء وهذا أزهرنا الذي جمع الدنيا كلها وهو أكبر قوة ناعمة لبلدنا ولمصرنا الغالية يعني أجد أن هذه المراكز ومثل هذه الأمور يعني ترد على أبابنا وتحفظ شبابنا يعني ولكن في الحقيقة يعني بعض الشباب يعزف عن الذهاب إلى هذه الأماكن فبدأنا نستخدم أساليب الدعوة الحديثة لا يعني وهذا ما تعلمناه على يد وزيرنا ووزارتنا من خلال الدورات الدطريبية التي أعدتها لنا أن إحنا نذهب إلى شبابنا إزاي من خلال صفحة الإمام صفحة المسجد صار الإمام واتس استجراب فيسبوك كلها كأننا ندخل نحن إلى الشباب يعني كأننا نصل نحن إلى الشباب يعني عاوزين نسد عليهم كل القنوات ونفتح لهم أبواب أزهارنا بس كل شاب هيجدنا أمامه هيفتح هلقينا معاه من خلال التواصل مهارات التواصل الاجتماعي أو كل مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت عشان نصل إلى شبابنا ونفرغ ما في رؤوسهم ونرد على الأباطيل والشبهات التي تروجها كل يروجها مش الجماعات بس كل من يريدون الإيقاع بهذه الدولة وبمصرنا الحبيب فيعني المعاهد التثقيفية الدورات التدريبية مهارات أو التواصل الاجتماعي للأئمة مع كل شبابنا ومع ربوع مصر ومش إمام بس دواعني الوزارة أعدت خطة شملت كل أنحاء الجمهورية من خلال المساجد الكبرى على مستوى الدولة يعني المسجد الكبير في المقارية في المدينة في المحافظة إمامه له بواقع التواصل جميعها يتواصل مع الشباب ويتواصل مع جميع الفئات يعني هب أن حضرتك تتخيل أن الإمام على صفحتي خمسة آلاف وكل واحد من الخمسة آلاف معه مثلهم يقدر الإمام يصل إلى الملايين وهو في داره من خلال كل بواقع التواصل الاجتماعي يستقبل الأسئلة يرد عليها من خلال من خلال المنهج الأزهري الوسطي الذي تعلمناه على يد أساتذاتنا ومشايقنا اللي هو يدعو إلى الإسلام الوسطي هو ما فيش إسلام وسطي وغير لا يعني يدعو إلى المنهج السليم اللي ربنا سبحانه وتعالى ارتضاه لعباده الذي يجمع الجميع تحت مظلة واحدة كلنا يرى جميعنا كأننا نستيقظ فنجد مشروعا قائم يعني والله بحق وكلمة صدق يعني نعيش في عهد دولة لا تضع حجر أساس احنا نستيقظ فنجد مشروع نجد هنا كبري قد أنشئ طريقا قد شق بفضل الله عز وجل يعني البنية التحتية في مصر المهللة والمتهالكة أصبحت اليوم أصبحت اليوم تنادي هل من يضاهيني في المنطقة كلها يعني كل الدولة أصبحت الآن مربوطة كل الدولة تقدر تجوب الدولة من شمالها إلى جنوبها في ساعات بعدما كانت في أيام كل ده بيوفر على الدولة مليارات تنفق عندما تقف في الطريق ساعتين ببضاعاتك هذه المشروعات البنية التحتية من الطرق والكباري إن شاء الله عما قريب ستفتح مصر أكبر مصنع للغزل والنسيج في الشرق الأوسط ومش عاوز أقولك وفي أفريقيا أكبر مصنع للغزل والنسيج سيادة الرئيس يعني في الأيام القادمة بعد العيد سيفتتحه في المحلة الكبرى في مدينة بدر كذلك الروبيكي ومنطقة الجلود ما تشهده مصر من نهضة كبيرة يراها كل ذي عين وبصيرة ولكن دائما نرى المغرضون أو نسمع المغرضين والحاقدين لا نقبه بهم ولكن الدولة مشروعاتها التنموية هي وضع خطة رؤية مصر عشرين تلاتين إن إن شاء الله بإذن الله من خلال هذه الرؤية هنستيقظ على بنية تحتية غاملة وسليمة فبعدها تنطلق أيدي الدولة في التعليم وفي الصحة وإن كانت بدأت بدليل حملة الرئيس في القضاء على فيروسي بعد ما كان هذا المرض المميت القاتل حصد آلاف من خيرة شباب مصر في الثلاثين سنة الماضية الحمد لله قوائم الانتظار انتهت يكاد يكون انتهى مشروع التقذب اللي هو محاربة الأطفال اللي عندهم تقذب أو الأقزام أو الأنيميا من خلال بث كل العيادات الخارجية في ربوع مصر والأيام والقوافل يعني المشروعات دي كلها المشروعات دي كلها ستنهض ولكن ليس بين يوم وليلة معروف إن رؤية الدولة إما رؤية خمسية أو سبعية خمس سنوات أو سبع سنوات أو عقضية عشر سنوات فلا نستعجل ولكن احنا ماشيين على الطريق الصحيح أي دولة لازما المستثمر نفسه لما ييجي يستثمر في مكان بيشوف الأول الطريق اللي هيمشي فيه بيشوف الكهرباء بيشوف الغاز بيشوف الشوارع الطرق بيشوف البنية التحتية لو ما فيش بنية تحتية هو مش هيجي طب احنا هيئنا البنية التحتية يبقى اتنين سن القوانين التي تشجع على الاستثمار وأظن فيه قوانين كتير سنة للتشجيع على الاستثمار تيسير تيسير الإجراءات على المستثمرين على المستثمرين بالذات في مجالات الزراعة الأراضي الصحراوية وفي مجالات الطاقة الشمسية لأن مصر الشمس صاطعة عندنا طول السنة ونقدر نصدر طاقة شمسية للدنيا كلها وبرضو الدولة فاطنت له يعني عندنا الزعفرانة وعندنا على حدود البحر الأحمر يعني في مصر ففي مشروعات كبيرة ومشروعات تنموية ناهضة هتنهد بالدولة ولكن طبعا معروف أن هذه المشروعات لا تؤتي أكلها بين يوم وليلة لا تؤتي ثمارها بين عشية وضحاة هي تحتاج إلى صبر حتى نستقطب نستقطب المستثمرين ويأتون إلى بلادنا فالمشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة مشروعات حثيفة وجبارة وفي مكانها وإن كان الوقت لا يسعف الدولة أنها تقوم في كل المجالات في وقت واحد لأن حضرتك عندك دولة خرجت من ثورتين وخرجت من فوضى وخرجت من تأخر لأكثر من ثلاثين سنة فلما تيجي تنهض بالدولة لابد من حاجتين بحاطة قدامك المواطن وما يحتاج إليه المواطن المواطن محتاج مشروعات في كل حاجة والمواطن عاوز يأكل ويشرب فده تحدي لأي رئيس أو بسؤول في هذه الدولة أنها يقابل هذين الأمرين المواطن بمتطلباته والدولة باحتياجاتها فهو لازم يقوم بالأمرين فالأمرين لما تيجي تقوم بيهم يؤدي إلى ما نحن فيه فضلاً ما والعياذ بالله عما أصاب العالم كله في الأحوال الاقتصادية وأخيراً بعد كورونا يعني يمكن الدولة الوحيدة اللي آثار كورونا أو لم تؤثر عليها الآثار الاقتصادية التابعة لكورونا باصر مع ما نعانيه بالضيق سبحان الله الدولة الوحيدة وده فضل من الله عز وجل يمكن للإجراءات الاقتصادية التي انتهجت في الأيام الأخيرة تعال جينا دخلنا على حرب روسيا وأوكرانيا وإحنا دولة معظم احتياجاتنا الغذائية بنستوردها من هاتين الدولتين روسيا وأوكرانيا وتيجي هذه الحرب ومع ذلك بفضل عز وجل السوق المصرية كاملة كل حاجة أنت محتاج الغلاء ده عالمي يعني حضرتك أنا أحب أقول للناس وبالذات اللي بيروجه تركيا 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 روح هتلاقي البتنجانة مكتوب كده محتوى تيكت على البتنجانة الوحدة على الطماطماية حبة الطماطم بما يعادل تلاتة جنيه مصري يعني أنت لو هنوزن كيلو طماطم في مصر هيدينا مثلا تمن حبيات تلاتة في تمانية باربعة وعشرين يعني كأنك بالضبط أنت بتضاهي السعر العالمي اللي موجود في الدنيا بحال ولكن أن معظم الشعب المصري بيعاني من قديم من التلاتين سنة من تلاتين سنة فهو متأثر فأنا بقول أن المشروعات التنموية الكبرى التي تقوم بها الدولة ستؤتي الثمارها وستحصدها أجيالنا إن شاء الله بس نحتاج إلى صبر مع عمل يعني كل واحد يسأل نفسه كده طب أنا بعمل إيه في عملي؟ أنا الدولة مقصرة طب أنت يا عم أنت عملت إيه للدولة اللي كل يوم أنت بتلاقي فيها جديد يعني أنت حضرتك لما تشوف المونوريل أو القطار السريع أو القطار اللي هيجي من البحر الأحمر إلى مرسى ما تروح في أربع ساعات وهي ما فيه قطار للركاب وقطار للبضائع لما تبص تلاقي نفسك هتيجي من القاهرة لأسوان بعد 18 ساعة هتروح في 6 ساعات ألف كيلو في 6 ساعات هتروح في 6 ساعات ده مش كل دي إجازات تحسب لما تتم هذه المشروعات تخيل انت هتنقل الصعيد بمضائعه بمواده الخام إلى القاهرة في 6 ساعات ده يخلوك تروح أصلا أنت الصعيد الصعيد دي أنا أسمي الصعيد دي نهضة مصر وهي دايما الصعيد حتى في عهد الأسرات وفي عهد الحضارة المصرية القديمة كان الصعيد هو المنجم لمصر جميعا إحنا كنا سلت غزاء العالم أيام الدولة الرومانية إحنا اللي كنا بنأكل العالم كان من الصعيد مش من الدلتة من الصعيد فلما تبص تلاقي الدولة دلوقتي بتهتم وتعمل لك طريق يخش لغاية الفرفرة الواحة ويشق هذا الوادي طريق بمحاوره على النيل وتبص تلاقي بتربط البحر الأحمر بالنيل أو النيل بالبحر الأحمر البحر الأحمر بالبحر المتوسط عن طريق هذا القطار كل المشروعات دي فعلا نماء فيها الخير الشباب وعاوزين الشعب الشعب هو أراخر ينتج إزاي ينتج كلهم في مكانه لو كل واحد اشتغل وكل واحد أتقن عمله وقام بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه إحنا أساتذة في الكلام إحنا بنتكلم بس يعني تلاقي الشاب قاعد على القهوة ماسك الفيس عمالي الصعب على أحوال البلد تعالش قاله اسأله إنت وظيفتك إيه تليم ياخد مصروفه من أبوه يعني هو على القهوة وماسك التليفون هذه كارت شحن وهذه التليفون باللي هو مشغله بيانات الهاتف والكلام ده كله بتنفق بتنفق على الكلام ده منين طب مصروف القهوة اللي انت عليها الميت جنيه بتجيبها منين يعني انت بتنقم على الدولة وأنت عال على الدولة وأنت عال على الدولة طيب ده لو خرج واشتغل واشتغل أي شغلانا قدامه طالما أنها نافعة وشريفة هيتقدم وهينطج والدولة كلها هتنتج والدولة كلها هتتقدم احنا محتاجين صبرا محتاجين نصبر مع عمل متيسر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعمالوا فكل ميسر لما خلق له وفي بثل اللي كان قيله سيدنا علي قيمة كل مرئ ما يحسنه هم لزاقود الوقت بالألمان وبقول لك ده مثل ألمان لا ده سيدنا علي اللي قال قيمة كل مرئ ما يحسنه يعني الراجل اللي بيرفع القمامة ما قولش عامل القمامة أقول ده عامل النظافة ده دهوت لو أتقن لو أتقن فقيمته في إتقانه صار كل المجتمع يحتاجه إليه ما له قيمة علشان هو متقن لعمله طب الراجل ده لو ساب القمامة في الشوارع القاضي والمدرس والمهندس والرئيس والخفير وكل المجتمع سيدار يبا الراجل ده لو قيمة في المجتمع ولا لا لو شبابنا لم يأنف لمثل هذه الأعمال وعملها وقام بها مع علم بشهادة يعني ما تبصش إني شهادتك إيه لا بص سوء العمل عاوز إيه أهم حاجة تتكسب اللقم الحلال لو إحنا نهضنا يا أخي ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية كان معدل النساء يفوق أضعاف عشرات أضعاف الرجال بين اللي نهض بألمانيا؟ النساء بداية من حديقة كل منزل في كل بيت بدأت المرأة بحديقة بيتها نسقتها وزرعتها وبدأوا من هنا ألمانيا بنسائها شوف ألمانيا فين دلوقتي في الدول الصناعية السبع الكبرى وتعالى شوف العالم الإسلامي طب مصر بقى الهرم السكاني في مصر شباب لو الشباب دول استغلوا طائطهم في عمل نافع ما تقول ليش ما فيش شغل أخرج ابحث هتلاقي ابحث هتلاقي لو كل الشباب خرج واشتغل وعبل بعد دولة ونهض ونهض صدقني هيكون حال المجتمع المصري غير هذه الأحوال فضلا عن المشروعات اللي إن شاء الله بإذن الله في الأيام القادمة هنشعر بإذن الله بإذن الله بحصادها وبإتيان ثمارها بإذن الله فالمشروعات الكبرى أو المشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة هي في محلها ولكن لا نتعجل ثمارها اليوم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لخدمة هذه البلد ولرفعتها وللحفاظ عليها فهي دولة مقدسة ذقلت في القرآن أكثر من بيت الله الحرام البلد التي نزل فيها القرآن ذكرت أربع مرات صراحة في القرآن ذكرت مرات قليلة في القرآن أما مصر ذكرت أربع مرات صراحة ذكرت ثلاثين مرات قناية في القرآن الكريم لعلو شأنها ويا ليت المصريين يفهمون ويعلمون ويتدبرون ذلك